كابتن شريف مبروك فوز كبير وفوز مستحق للنادي الأهل مبروك كنا بندور على أداء وفوز صحيح هو نتيجة أعتقد نتيجة وأداء وفوز توفروا النهاردة بأداء لعبة النادي الأهل هذا الكلام اللي أنت لو أنت تأخذ الملعب بشكل جدي وتبقى عايز بلغة وكرة النهاردة عايز أن تلعمل حاجة كل اللعبة كان عندها المبدأ كل لعيب كان بيملك أي شيء من الفرديات بيحاول يثبتها في الملعب وده الكلام اللي أنا بتكلمه معاك دايماً أقولك لو كل لعب عنده حرفية واحدة الديهاني في الملعب هتبقى نتيجة أربعة وستة وسبعة وثمانية وتسعة في ظل الأهداف اللي راح يدي كلها في المباراة اليوم دايماً المكسب الكبير بيدي فرصة أكبر للمدير الفني أنه يشرك اللعيبة كلها وحطوهم وحنية على الجول الرابع من قطع للكورة للسو باس لوان تو لبدل ما يطمع في الكورة بيديها سهلة جداً لإمام يجيب جول يعني دي أحلى كورة أنا تتفاركت عليها النهاردة في المباراة فدي برضو بعودته بنقوله مبروك أنك إنت قدرت ترجع وبنشكره لما بيبقى فيه مزعى أو فيه شدة أو أي حاجة مسهلة من أنت ترجع في 21 يوم أو أقل من شهر أو شهرين هو الرجل عاش وكلاعب كورة وقدر يرجع نفسه وإحنا محتاجين اللعيبة كلها محمد هاني النهاردة بهدوء كده زي ما قلت لك بالخبرة وكما ده قدم مباراة الحمد لله جميلة وسهلة وشكل وحدي وبيباصي وشايف الملعب والدنيا جميلة بقيت اللعيبة كذلك كلهم عندهم ثقة كبيرة كل ما بتروح الناحية التانية وبتضغط على الخصم وبتعمل الكمباكت بتاعك بالخطوط وكل ده هي دي الكورة هو ده نادي لك بدون أي زيادات أو بدون أي حاجة كل ما بتقدر تستغل الفرص اللي بيجيلك هي دي فرصة أربعة النهاردة ها من حوالي ستاشر واحدة بزبط يعني انت خيل انت لو نص الستاشر دخلوا هيبقى نتيجة قصية جدا على أي حد بيتلعب فبنتمنى هذا الأداء وهذه الروح في أي مباراة قادمة بإذن الله شكرا شكرا